في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية شماء التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية للأقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التي تتم وتذليل كافة العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تضمنت الجولة عرضاً تفصيلياً للمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى استعراض المدة الزمانية للانتهاء من كافة المشروعات المخططة تنفيذها بالقرى دمن المبادرة وتفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من المنشآت التعليمية والصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية التي تم الانتهاء منها وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع مؤكداً أن القوات المسلحة تطوى كافة إمكانيتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بقرى الريف المصري حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ المنوفية ومحافظ الشرقية وعدد من المسؤولين بالمحافظتين ترجمة نانسي قنقر